موسيقى 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 هناك هزانية موسيقى 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 بإذن الله سنحقق شيئاً فيه بإذن الله ونوصل لكاس العالم إن شاء الله فأرى أن فكرة الإحتراف ليس فكرة أن أسافر بورا، هناك أسافر وترجع، هناك أسافر هنا تعمل أحسن المهم أن تعمل كيف تتطقي ربنا في شغلك، الموضوع ليس فقط أن تلعب بأي أو تعمل لا، ما تفعله أن تفعله كيف تفعله، القان في الشغل، لأن فعلاً الإحتراف أن تحرم نفسك إن شاب يكون لديه عشرين أو خمسة أو عشرين سنة، يعني الحياة قدامه كثير جداً لكن كيف تحرم نفسك، تحرم في أكل، في شرب، في فسح، في خروج، لكي لدي مطش بكرة، وعندي شغل بكرة، وعندي هدف بكرة هذا من وجهة نظر دائماً، العقلية أو العقلية بتاعت اللعيب هي التي تفرق، وهذا ما يجب أن نعمل عليه إن شاء الله لدينا طبعاً مسألين مهمين جداً، اليوم سيكونوا معنا، وسيشرفوننا، من الاثنين من اللعيب المحترفين الذين يلعبوا، وهم مثل، لأننا بقولوا ده العقلية بتاعتهم عاملة إزاي، بقى لهم السنين كبيرة أو طويلة، بيلعبوا في أوروبا وفي أحسن أندية العالم في أوروبا